قبل أن نبدأ إخواني الكرام أن تشارك في القناة وتفعيل الجرس وأن تضع لايك للفيديو لتتوسر بالجادل إن شاء الله شابتنا بأقادير تلقي بنفسها من الطابق الثالث بسبب عشيقها شاهدوا معنا التفاصيل لا تزال شابة في الثلاثينة من عمرها تلقض بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأقادير لتلقي العلاجات الضرورية بعدما أقدمت على محاولة برمي نفسها من أعلى مبنى السكني بالحي المحمدي بمدينة أقادير وكشفت مصادر 360 أن الشابة دخلت في نقاش حاد مع خاليلها بعد جلسة خمرية داخل شقة مفروشة تطور إلى عراق أدخل ألمانيا في نوبة هستيريا انتهى برمي نفسها من الطابق الثالث ما تسبب لها بكسور خطيرة نقلت على إطرها إلى مستجلة المركز الاستشفاء الجهوي الحسن الثاني بأقادير لتلقي العلاجات اللازمة وأضافت المصادر ذاتها إن الحادثة استنفلت سلطات المحلية والأمنية وعن نصر الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان وقامت بالمتعين قبل أن يتم الإقاف هاشقها فغية الاستماع إليه في محظر رسمي تحت إشراف النياب العامة المختصة لتحديد كافة ملابسات الواقع التي كسرت هدوء الحي المذكور وأشارت مصادرنا إن أن الشابة نجت من موت محقق ولا تزال تتلقى العلاجات الضرورية وتحت العناية المركزة في حين تم الاحتفاظ بصديقها رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيتيات النازلة اشتركوا في القناة